تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأربعاء مع وزير المناجم والتطوير المنجمي لجمهورية زمبابوي وينستون شهتندو في اليوم الثاني من زيارة العمل إلى زمبابوي وبحسب بيان الوزارة في أن المباحثات بين الجانبين تركزت على بحث فرص وإمكانية التعاون والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم كما قدم وزير الطاقة والمناجم نبذة عن تنمية القطاع أو قطاع المناجم معربا عن استعداد الجزائر لتطوير المشاريع الهيكلية المنجمية الكبرى والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا نظرا للثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة التي يسخر بها البلدان